مرحبا فيكم حبائي ببرج الميزان شو مخبيلنا؟ هاي القراءة رح تكون لأهم الأمور أو التوقعات أو التحذيرات فإن شاء الله يكون شهر حلو شايفيتك يا ميزان لسه عايش شوي في طاقة الماضي ما عم تنسى خلينا نشوف هلأ شو اللي ما عم تنسى نسحب كروت كنتيجة أو كخلاصة للموضوع للقراءة عشان ما أنسى خلينا نقول الطاقات اللي رح تتعامل معها أكتر إشي هذا الشهر أو الطاقات اللي موجودة في الأوراق هوائية نارية أكتر إشي كمان مائية هدول أكتر طاقات ظاهرة عندي بيّن يا مرج الميزان في منكم شايفيتك عم بتقارن أو الطرف الآخر عم بيقارن عم بتكون يعني خلينا نقول عم بتكون كتير محتار بين شخصين أو بين أمرين رح تاخد قرارك ناحية الشريك شايفة الشريك كمان كتير زعلان يعني أنتو التنين مزعلين بعض خيرات الله كتير عم بشوف زعل وكتير عم بشوف تراكمات بناتكم لكن شايفة في نهاية الشهر ممكن يكون من من ثالث أسبوع لنهاية الشهر شايفة في مبادرة من أحد الطرفين في مصالحة في يعني في بوادر خير لهذا الموضوع مع أنك حاولت أنه تستشفي شايفيتك يا برج الميزان يمكن الطرف الآخر هو اللي غلط فيك ما بعرف لأنه أنت مبين كتير مجروح وكتير زعلان أو أنتو التنين يعني زعلتوا بعض وشايفيتك عم تحاول تستشفي من هذا الموضوع عم تحاول تطلع هذا الشخص من رأسك أو من حياتك ولكن أنا شايفة في رجعة بيناتكم في مبادرة وفي يعني أشياء حلوة بيناتكم لسه ما نسيتوها شايفيتها أنها رح تتجدد هاي الفترة شايفيتك حبيبي الميزان شايفيتك عم تحمل حمول كبيرة في كتير عليك مسؤوليات ممكن مادية عم بشوف يعني كل إشي محطوط على رأسك أنت يعني إذا كنت متزوج فأكتر أكتر الحمل بيكون عليك مش على الطرف الثاني أنا شايفيتك حامل حمول كتير كبيرة فيعني هاي هاي الأمور كلياتها رح شوي شوي تخف هون في طاقة جميلة جدا يعني خاصة طاقة روحانية بينك وبين الحبيب ممكن أنكم تتشاركوا هاي المشاكل أو هاي المسؤوليات مع بعض شايفة أنه الشريك بيفكر فيك بطريقة كتير حلوة عم ياخد عنك أخبار أو عم بيسأل عنك عم بيراقبك من بعيد ولكن أنت هاي الفترة مسكر قلبك مش حابب أبدا أنك يعني وكأنك زعلان كتير أو ما بعرف لأنه هون في عندي طرف تالت عم بيحاول أنه إما أنه هذا اللقاء ما يصير أو هاي العلاقة ما تستمر أو أنه فعلا عم بيعمل أعمال مش منيحة أعمال اللي إحنا بنعرفها لأنه هدول كرتين مع بعض يعني أعمال فيعني ما بحب هاي الكروت بس تظلها تطلع لي كمان بزيدك من الشعر بيت كمان أنت محسود يعني مش بس فحاول أنك تطلع من هاي وأنا عم بشوفك أنه عم تستشفي يعني أنا عم بشوفك عم فعلا بتحاول تتخلص من هاي الأمور للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد بناتكم في شوية شك في طرف عم بشك بالطرف الآخر بعلاقة ثلاثية ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر كتير رح تصفى شوية العلاقات بس بدها شوية وقت يا برج الميزان بدك شوية وقت تصبر بسبتمبر على الشريك بالنسبة للعمل شايفي فرصة حلوة كتير بالنسبة لللي بشتغلوا واللي ما بشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك يعني ما كنت مخطط لها أنت كنت عم تبحث عن عمل تاني أو مقدم لشغل ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة مش متوقع وعلى فكرة فيه يعني فيه أموال أو فيه فلوس حلوة كتير من هذا الشغل فيه ناس عم بيفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع أنا عم بشوفه كتير يعني عم بمشي لاتجاه حلو أو أنه ترقية للناس اللي عم بستنوا ترقية لأنه عم بشوف أموال فهي من الترقية شكلها من الترقية في العمل للعزاب فيه احتمال أنه يعني يتعرفوا على شخص جديد ما كانوا يعرفوا قبل هذا الشخص رح يكون مش عارفه إما أنه أنت عم تحكي معاه على الإنترنت أو لأنه شايفيته فيه فيه اختلاف كبير بينك وبينه إما بالعمر أو بموضوع معين هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن مائي أكتر شي طاقته بتبين شخص مادياته كتير ممتازة بيحب الحب يعني رومانسي شوي خلينا نقول رومانسي وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث اعرفوا أنه هذا شخص مناسب أنا بحكي للعزاب متسلقين أرامل اللي ما عندهم شريك في حياتهم وعم يستنوا نصفهم الآخر بس شايف منك برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم طاقة زعل فحاول أنك تطلع من هذا الموضوع بأقرب وقت ممكن لأنه الورق يعني مليان بشاير أنا بعرف أنك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير يعني أنت بالطريق الصحيح فكمل الاستشفاء شوف إذا في تحذيرات لهذا الشهر لبرج الميزان تحذيرات بيقول لك أنه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت أنه أنت شوية مبعد روحانيا عن ربنا أو عن روحانياتك فارجع للقرآن ارجع لصلواتك لدعواتك ارجع زي ما كنت لأنه أنت بالأساس شخص روحاني جدا يعني شو في أحلى من هيك روحانيات أنت شخص كتير كتير روحاني هدول كرتين مع بعض يعني أنت على تواصل روحاني كبير جدا فخليك يعني زي ما أنت إذا كنت على روحانيات عالية وإذا لأ أو خفت شوي بلش ارجع زي ما كنت عم بشوفك في تحذير آخر أنه في أصدقاء في أشخاص عم بيكنو لك الشر عم بيوصلو لك أخبار وهي الأخبار عم بتكون غلط عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الأشخاص طالع من عندهم حسد بالنسبة لإلك فدير بالك حبيبي خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لإلك وكرت للشريك اللي عنده الشريك بالنسبة إلك بالنسبة إلك بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت العلاقة خلص بطل فيها أي أمل وكأنها هيك العظمي خلص يعني شخص يعني مات وشي بعموت هيك أنت عم بتفكر بالعلاقة أو عندك هواجس من هذا النوع هذا بالنسبة إلك بالنسبة للشريك على العكس تماما الشريك شوف في لفة معينة في ولكن هاي اللفة يعني أو بطريق نحو الارتباط طريق نحو الخلينا نقول التطور في العلاقة يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير وإنت عم بتفكر كمان بالارتباط من هذا الشخص فعقله الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن أنت شوي أكتر سلبية الشريك عنده أمل أكبر في هاي العلاقة طيب نشوف بالنسبة للمصائح الله أكبر عم بقدم بقولك أنه أنا آسفة بس بقولك أنت كتير هاي الفترة كتير قاسي عم بتكون كتير قاسي على اللي حواليك أو على الشريك يعني وكأنها أفكارك عم بتكون كتير تف كتير أحكامك قاسية شوي يمكن أنا ما بلومك يمكن من كتر ما عشت صدمات صارت أحكامك قاسية أو أنت صرت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار أأسى من زمان يعني برجي الميزان طيب ولكن بقولك هاي الفترة أنت عم يعني كانوا بحذرك بحكي لك أنت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك فشوي يعني هون بحكي لك اختار الحب بقولك أنه اختار الحب لأنه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي أنت فيه أو رح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين أو لشريك لا للأصدقاء حب حتى الأشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة إيجابية عند الشخص وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل أشكاله لحتى يساعدك أنك تتعدى أو تمشي في التحديات اللي أنت عم بتمر فيها فبقولك بالحب بتقدر أنك تتخطى هالأمور لا بالانتقام ولا بالأفكار القاسية ولا بهاي الأمور كلها لا كون كما عهدناك يعني هذا الكرت شي يعني رح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عندوش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة بقولك أنت من الناس اللي عندهم حاس السادسة أو قلتلك أنت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون أنه خلي الحاس السادسة أو خلي إحساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كلهاتنا بنعرف برج الميزان عامل بحياته بيفكر بعقله أحيانا أكتر من قلبه يعني بوزن الأمور فبيقولك اعتمد على حاسيتك السادسة أكتر بيقولك كمان بيقولك أنه الدموع شغلة حلوة ممكن أنك تعيط لش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت طلع قبل هيك بيقولك أنه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذبذبات سلبية ممكن تضرك فهو بيكون مثل الهيلر للسول تبعك بيكون مثل نوع من الاستشفاء أو أنك تطلع من الحالة اللي أنت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع مقلوب وكأنه بيحكي لك أنه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك أكتر يا برج الميزان خاصة في العمل رح تفتقد شوي لأنه يكون في عندك سبورت أو دعم فيعني رح تقوم في معظم الأشياء أو في أغلب الأشياء رح تكون أنت لوحدك ولكن أنا شايفيته أنه برج الميزان قدها الميزان من أذكى الأبراج وممكن أنه يعني يحقق كتير نتائج بفترات أصيرة في عندهم ذكاء ما شاء الله بيقول لك ما تشطت حالك اختار هدف هدف اختار goal goal لحتى أنك تعملهم بيقول لك أنه طاقتك عم بتروح ناحية كتير أفكار وعم بتشتت حالك بأكتر من فكرة بيقول لك بيقول لك أنه ركز أكتر على موضوع معين كل فترة يعني ما تضيع حالك بأكتر من شغلة في أكتر من يعني في الوقت نفسه فبس بيقول لك الانجلز هلبيو يعني عم بتساعدك في كل الأمور ولكن أنت اعمل فوكس على شي معين ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير أو تشتت انتباهك لأكتر من شغلة بهاي الفترة خد الأمور شوي شوي بتأني هون بيقول لك أنه انتظر بيقول لك إذا ما زبط معاك موضوع في قدامك كتير كتير فرص كتير أفكار فإذا كان فيه يعني شي أو ما عم يزبط ففيه يعني كتير بيقول لك ما تزعل يعني رح تكون يعني رح ترشدك ورح تكون معاك ورح تحاول إنها تريحك وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي أنت فيها شايف روحانياتك حلوة لبرج الميزان بيقول لك هون إنه يعني لازم شوي تعمل رفرش لروحك أنت إلك فترة عم بتعيش بالماضي عم بتعيش على الأطلال خلينا نقول عم بتفكر بأمور سابقة أو مواضيع ما كنت عم تحصل عليها عم تطلع عليها بطريقة كتير متشائمة فبيقول لك لأ إنه يعني اعمل رفرشنج لروحك آآ اطلع انزل اعمل آآ شغلات كتيرة لأنه آآ شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها آآ شغلة أحلى فما ما نكون يعني مركزين بس على الشغلات اللي إحنا ما بنملكها هون شايتك هاي الفترة حبيبي الميزان رح يكون في عندك آآ آآ شوي وفرة مالية وآآ هاي الوفرة رح أكتر شي تصرف على اللبس وخلينا نقول مجوهرات أو آآ آآ الشغلات يعني البذخ اللي رح تعيش فترة إنه آآ تصرف على كتير على على المظهر على آآ آآ على هاي الأمور فبيقول لك إنه شوي شوي يعني ما تزيدها أو تكترها أنت أساسا بيقول لك أنت أساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها طبعا مو غلط إنه يعني نفكر بهاي الطريقة بأنه نغير نفسيتنا وآآ كزا وآآ شايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم بتمشي على خير شغلة حلوة يعني آآ عم بتزيد لهم آآ طاقتهم الإيجابية والثقة بالنفس هلأ بترككم تسألوا سؤال آآ عشان نجاهب عليه بنعم أو لا تضمروا على شي معين آآ خلينا نشوف إنه رح يتم ولا ما رح يتم فخلينا نشوف شو هو السؤال والإجابة نعم أو لا رح تكون إذا نعم بنشوف لها توقيت معين أو بنحاول آآ بشكل تقريبي نعرف التوقيت وإذا لا يعني أنت وحذبك لأ شايفة إنه هاي الشغلة رح تتير ولكن يا برج الميزان رح تتير على فترات بطيئة على خطوات بطيئة ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة في شوية عوائق رح شوية شوية تزول وتتحقق هاي الشغلة إذا نعم رح تتحقق